أعزائي المشاهدين أهلاً ومرحباً بيكم في حلقة جديدة من المسيح هو الحل يسوع بيقدم شهود على إنه هو المسيح المنتظر في إصحاح خمسة من إنجيل يحنى بيقدم براهين لليهود إنه هو المسيح اللي بينتظروه ببساطة قال لهم أنا مش هشهد لنفسي إنه أنتم اللي أنتم منتظرينه لأنكم مش هتصدقوا لأنه منطقياً ماينفعش حد يشهد لنفسه مليار في المية إن شهدته هتكون مجروحة قال لهم تعالوا أنا أقدم لكم الشهود اللي بيقولوا إنه أنا المسيح أولاً الشهد الأول قال لهم إنتم أرسلتم إلى يحنى فشهد للحق كده مكتوب في الإنجيل يحنى شهد له ونادى قائلاً هذا هو الذي قلت عنه إن الذي يأتي بعدي صار قدامي لأنه كان قبلي يبقى المسيح كان قبل يحنى مع إنه مولود بعد يحنى وهذه هي شهادة يحنى أم المسيح قال وأنا لا أقبل شهادة من إنسان ولكني أقول هذا لتخلصوا أنتم يعني المسيح مش محتاج شهادة يحنى لكن فيه شاهد تاني قال عنها المسيح إنها شهادة أعظم من شهادة يحنى إيه هي؟ الأعمال اللي بيعملها المسيح يقصد المعجزات اللي عملها قدامي الناس من إقامة موتة وخلق وعين للمولود أعمى وشفاء الأبرص طبعاً المعجزات اللي عملها يسوع ما قدرش حد يعملها وقال لهم بصوا في كل أصفار الأنبياء حتلاقوها بتتكلم عني وعن الأعمال اللي بعملها الكتب دي بتركز على إن المعجزات دي بالذات مش بيعملها غير الله يعني المسيح قال لهم فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي الشاهد الثالث الشاهد الثالث شفوه بقى وبسرعة كده وبعدين قال لهم كمان مش الأنبياء بس اللي كتبوا عني لا تعالوا بقى وقدم لكم واحد أنتوا بتحبوه جداً وبتقولوا إنكم بتصدقوه موسى ده كتب عن المسيح المتكلم المسيح هنا قال كتب عني في الطورة وقال كده بالنص لأنكم لو كنتم تصدقوني موسى لكنتم تصدقوني لأنه هو كتب عني عزيز المشاهد المسيح قدم لليهود الشهود اللي بتؤكد أنه هو المسيح رجاء الأمم مشتهى الأمم بالدليل والبرهان الحقيقة طبعاً بعض اليهود أمنوا به لما لقوا كلامه صحيح بالدليل والبرهان عزيز المشاهد دي رسالة ليك أنت كمال لما تلاقي شخص كتبت عنه كل كتب الأنبياء بكل دقة وترفض هتكون أنت الخسران أنا بدعوك زي المسيح إنك تفتش وتقرى الكتب وإنت حتلاقي إن المسيح هو اللي فيه رجاءك وحياتك الأبدية المسيح والحل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر